كيف الامور ان شاء الله بخير كله تمام حط لايكك جميل ايها الجميل ايها الغالي وخلينا الان ندخل على المواضيع الحلوة الزاكية واخبار حلوة واخبار مزبطة بخصوص التحديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين اليوم في عنا موضوع التحديثات وما ادراك ما التحديثات تحديثات اندرويد 13 مع ام ايو 14 و 12 مع ام ايو ايو 13 وعنا ما هذا شو هذا الجهاز الريد متسعة صح هذا الجهاز اليوم تصرب له تحديث ايش هذا تحديث 14 هذا الريد متسعة هنشوف التفاصيل في خلال الفيديو ولا تنسى الدعم باللايك القوي اللايك الكبير القوي اللي بيضل يقول ايك بيقول ايك هدا اللي بتلاقي على الفيسبوك بتلاقي بطلع صوت بعدين بكبر بدي اياه من هدا اللايكات يلا خلينا اروح نشوف التفاصيل المفيدة صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بالنسبة للتحديثات وما ادراك ما تحديثات في عنا اللي هو بالنسبة لسلسلة البوكو اكس فايف هادي قادمة وقريبة في شهر او وقريبا هتكون في شهر اتنين اه بالنسبة لالاعلان عنها بيكون في الغالب بالنسبة للبوكو في الهند بعد الهند بعدين خلص يعني بيكون هيك انا اصداره للجميع بتهم جميع اصدارات العالمية والهندية وباقي النسخ في عنا تحديث المي الافن لايت الفور جي تحديث الاوروبا اجاله تحديث تلات عشر فاصل سفر فاصل تمانية على الاندرويد اتناش وهذا الجهاز من الاجهزة اللي هياخده ام اي او اي اربع عشر مع اندرويد تلات عشر وبالنسبة لسلسلة شاومي تلات عشر و تلات عشر برو سيتم اه او سيتم اطلاقها قريبا في المنطقة او في الاصدار العالمي جاب ليك طبعا تم اطلاقها في الاصدار الصيني والصين نزل فيه هادا الجهاز وبتقدر تشتريه ما فيه مشكلة بس بيكون بنسخة صيني ما فيه لغة عربية اطناش تي برو اخد التحديث تلات عشر فاصل سفر فاصل اربع على الاندرويد اطناش هذا الاطناش تي برو انتو عارفينه الجهاز هذا الجهاز يعني انا بعمل عليه مراجعة الان والمراجعة بازن الله قريبا ستكون على القناة يعني خلال اربعة وعشرين ساعة او اكتر شوي ستكون المراجعة جاهزة بازن الله تعالى وبنسبة لجهاز الصحيح جهاز عليه معالج اللي هو سناب دراجون تمانية بلاس جين وان هذا المعالج افضل من تمانية بدون بلاس انا بقول لك افضل كمان في السخونة لللي بسمعني. بالنسبة الاندرويد اطناش على واجد طلات عشر فاصل سفر فاصل اربعة لهذا اللي هو الجهاز الrawnاش تي برو هذا اللي هو التحديث تابعوه.ksi عشر تي برو العالمي اخد تحديث لحده عشر تي برو اخد تحديث طلات عشر فاصل فاصل تمانية على الاندرويد اطناش وحكينا عن التحديث هاي التحديث هذه 13.0.8 على الاندرويد 12 بنسبة لـ 11T Pro وإن شاء الله بإذن الله هذا الجهاز هيأخذ تحديث 14 البوكو أم 5S التركي أخذ تحديث 13.0.4 على الاندرويد وهو الاندرويد 12 الريدمي نوت 12 Pro 5G قريبا جدا سيكون إصداره عالميا تم إطلاقه في الصين الريدمي نوت 10T 5G الهندي أخذ تحديث جديد 13.0.6 على الاندرويد 12 والريدمي نوت 11 Pro 4G الهندي أخذ 13.0.6 على الاندرويد 12 البوكو أم 5S التايواني أخذ تحديث 13.0.5 على الاندرويد وهو الاندرويد 12 وعننا هنا المي 11I الأوروبي 13.0.9 على الاندرويد 12 والمي 11 13.0.9 على الاندرويد 12 والتحديث 12C الصيني 13.0.4 على الاندرويد 12 هذا الجهاز يعتبر بالأجهزة الاقتصادية تم إطلاقه حاليا في الصين وسيتم إطلاقه في الإصدارات العالمية يعني في عندك الان تسعة سي عشرة سي وهي عندك اتناش سي البوكو F4GT هذا الاصدار الاصدار الجلوبا للعالمات إذا تحديث 14 هذا الجهاز وصله للإصدار العالمي وهذا عبارة عن تحديث المعرض للإصدار اللي هو العالمي وفي ميزة اللي هو استخراج النص من الصور وميزة كلاود جوجل بدل اللي هو السحابة شاومي وعننا الاثناش لايت الأوروبي أخذ تحديث 14.0.5 على الاندرويد 13 وهو للمسجلين وقريبا هاي التحديثات كلها بتكون الى الجميع وعننا هنا كمان 11 تي برو هذا التحديث اللي هو حكينا عنه قبل شوي تحديث 13.0.2 الآن خلينا ننتقل للريدمي تسعة تم تسريه بتحديث 14 زي ما انتم شايفين هذا التحديث 14 بالنسبة للريدمي تسعة زي ما انتم شايف الاصدار 14.0.1 وهذا التحديث الآن آآ متاح للنسخة الصينية ولكن آآ ازا بدك تنزلوا على جهازك بدك تعملوا عن طريق المعدل ولكن على مسؤوليتك هذا لسه التحديث تم تسريبه يعني لسه شاومي ما نزلوه اش بشكل رسمي لو وجينا هنا هي التحديث 14.0.0.1 على الاندرويد وهو الاندرويد اطناش هيو ایندرويد اش يعني زي ما انا حكيت لك islands. هيو عن يعني اندرويد اطناش. هده التحديث بتقدر تنزل عن طريق الرماعدل. وازا الحابب بتنزله ع مسؤوليتك. يعني ممكن الجهاز يكون فيه يصير اشي فيه يعني انت المسئول. وحطو لكم الرابط في اللي هو قناة التليجرام هيكون. هاي التحديس. طلع معي هان. التحديس هيو مواصفات اللي هو التحديس. عندك هان اللي هو الجهاز اللي ما ننازل عليه التحديس. اربعة جيجا رام واحد اضافة. اندرويد اتناعش. اربعة عشر سفر سفر واحد. التحديس هيو الاندرويد. اتناعش. وهي الخلفية. وهي الايقونات اللي موجودة على الجهاز. وعندنا الكاميرا هاي الكاميرا نفس الاعدادات الجهاز هيصبح طبعا شو الفرق بين هذا التحديس والتحديس السابق تحديس تلات دعش الفرق انه في عنا هنا في التحديس الجهاز هيصبح اكتر سلاسة الجهاز هيصبح اسرع الجهاز هيكون افضل فانية الكوية تعين الردم تسعة وانا بقول ان الردم تسعة اسلس من اي جهاز في الفئة الاقتصادية هادي الجهاز هو اسلس جهاز في الفئة الاقتصادية ازا حابب تشتري جهاز اشتري ريتم تسعة يعني لو خيروك بين ريتم تسعة مثلا ريتم تسعتية والبوكو امتلاتي لا اشتري ريتم تسعة هو هذا الجهاز عليه معالج جي تمانين ولكن اداء افضل من اي جهاز اقتصادي حوالين السعر اللي هو في هذا الجهاز ريتم تسعم ايو اربع طاش تسريب التحديس وهي مواصفات التحديس وكل امور التحديس بقولك الجهاز اكتر اتصاقا وسهل وسلس وتقليل حجم النظام بنسبة 23% وعندك هنا يعني اهم اشي حجم النظام كمان خف يعني فيه تحديسات فيه تطبيقات بتقدر تحديفها مقارنة بالاصدار السابق سمح هذا بتقليل حجم البرامج لن تضيع التحديسات التي تم اصدارها حديثا من انترنت كتير يعني افضل كواجهة زي ما هو كتب لك في هذا المكان فانتظر هذا التحديس وسيكون التحديس افضل من الذي كان يسبقه بشكل عام ويقولك انه تم تسريب احد او تسرب احد المستخدمين هذا التحديس اللي هو تحديس 14 واللاحظ زيانا الملاحظة بيقولك اللي حابب يسبت هذا التحديس بده يسبته على مسئوليته علشان ما يقولش كان مالي هاي حتى رابط النسخة زي ما انت شايف نسخة رسمية مصربة هي رسمية ولكن مصربة وهي تجريبية وليست مستقرة وهذا ما كان لدينا تقريبا في هذا الفيديو ان شاء الله الفيديوهات اولا باول وهي بنزل في تحديس 14 زي ما انتم شايفين هاي الجهاز بدنا نحاوله من 13 الى تحديس 14 وهنعمل فيديو بخصوص هذا الجهاز حذروا شو هذا الجهاز اللي في ايدي اللي بعمله الان تحديس من 13 الى 14 كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام